اهلا بكم بلا شك نظر نعمة كبيرة جدا وطبعا من ضمن يعني سبحان الله يعني من ضمن الحاجات اللي لازم تقف تقول قدامها سبحان الله هي طبقة الدموع اللي على العين هي حالة التروية اللي موجودة للعين العين ترتوي دائما ولذلك انه قدام التروية اللي في العين دي في مشكلة ضخمة جدا اللي بيعاني منها بيعاني معاناة شديدة جدا وهي هجفاة في العين جفاف العين مشكلة بتدايق كتير اوي بتدايق كتير اوي وتستغرب ان العرض بتاع جفاف العين ان الانسان بيدمع كتير تستغرب جدا لما وعد تلاقيه بيدموع نازلة نازلة قدامك ويقولك انا عندي جفاف في العين فانتا تبصوله باستغرب لانك مش فاهم تقوله جفاف مين يا باشا ده دموعك نازلة مالة الحتة اللي احنا عادين فيها فده برضو محتاجين نفهمه ازاي واحد يشتكي من جفاف رغم من جفاف في العين رغم انه هو دموعه منهمرة بشكل يعني انفولنتري لا ايرادية طبعا في دراسات اه مهمة جدا بتقول انه اه 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 جفاف العين مرتبط بالصداع النصفي او من الصداع النصفي واحد من اسباب جفاف العين برضو ده من الحاجات المهمة برضو اه مهمة جدا انه الناس لازم تاخد بالها من غسول او غسيل الجفون ثقافة استخدام الاطارات المرتبة للعين ما فيه اطارات مرتبة واحد يش يقولي اي احط اطرة في عين يترتب طبعا لا مش كل اطرة طبعا تنفع يعني في اطارات المرتبة دي هي الاطارات الوحيدة اللي ممكن تستخدمها من غير رشتة ممكن تروح تجيب اطارات مرتبة تحطها بس برضو هاسأل ضيف العزيز نهاردة هل ممكن نروح اجيب اطرة مرتبة للعين من غير رشتة يعني ده والد ولدات تصرف غير صحيحة وطبعا ما هيك عن ثقافة استخدام الاطرة نفسها ده ده شيء مهم لازم نتعلمه نهاردة حلقة مهمة جدا لانها في واحدة من اشهر الحالات المرضية اللي موجودة في مصر مع ضيفي واحد من اشهر طبعا اكيد الاسماء الجراحية المتعلقة بعالم جراحات العيون وعالم العيون وموما ضيف العزيز الاستاذ دكتور رحمد عسان اهلا بيك يا دكتور اهلا وسهلا وحشني والله الله يخلي عايز ابدأ بس الاول معاك العطارات اللي هي اللوبريكانت اللي هي دي دي ممكن روح اجيبها بالرشتة او لا عادي اه ممكن دي انا اخدتها منك والله فاكرها كويس اه ممكن مش في مصر بس دي على مستوى العالم ممكن يخش دي الحاجات القليلة قوي دي ممكن يخش الصادولية وتبعا عايز اي قطرة التلطيل لاي اي فريش ورفريش بالضبط الحاجات دي بتبقى حتى بسماء اونشالف موجودة على الرف انت ترى تسحب زي السوبر ماركت بتسحب القطرة وتحط منها هي المشكلة بس ان القطرة كل القطرة لها تركيب مختلف شوية ازغي ان القطرة اللي جنبيها فممكن ما تفيدكش يعني جفاف العين دلوقتي يبقى الموضوع تطور مجرد ان الدموع النفسية قليلة او بتتبخر بسرعة لا ده تركيب الدموع نفسه بقى مختلف فعايزين نعرف نعوضه بقى انهي مركب فيه اطرات بقى فيها مركبات بنسب مختلفة شوية صغرين عن الاطرات اللي جنبيها فانت لو حطيت اطرة ترطيب عادية خدت اطرك كده شكلها عجبك العلبة شكلها عجبك ممكن تفيدك وممكن ما تفيدكش لك مش هتأذي انا بطمن الناس ممكن تاخد اي اطرة ترطيب من الصيدلي يديك اي حاجة عنده ما تعترضش يخد اي اطرة ترطيب لما تحس بحرقانة وشكشكها دي اي حاجة تقدر تستخدمها مواقعا لقيت لما تروح لدكتور العيون تشوف المشكلة بالزبط الزكات مرتبطة بجفاف العين ولا قد يكون مقدمة الانتهابات فيروسية او بكترية في العين دي قطرة الترطيب خليبا لكم بس عشان القطرة اسمها قطرة الترطيب بتاعت العين بالزبط اللي هي فريش ريفريش اي فريش الحاجات دي كلها اللي هي بديل الدموع البديل الدموع بالزبط ما مع اللي جفاف العين جفاف العين اشهر مرض عيون دلوقتي على مستوى العالم وللأسف اكتر مرض مش واخد حقه واكتر حاجة تقريبا كلنا بنسبة تيمكن مية في المية كلنا بنوعاني من من كفاف العين بأعراض مختلفة مفيش حد من السادة المشاهدين هيسمع الاعراض يقولك انا محسيتش بيها مفيش حد فينا محسش في يوم الايام يعني بتبقى حمراء بتروح وتيجي كل شوية محسش بحرقان قدام شاشة الكمبيوتر من حينة لاخر او ماسك الموبايل بيحس بزغلالة من حينة لاخر والتهابات في الجفون بتروح وتيجي كل شوية في بعض الناس اللي بيشتغلوا بالليل بيسوقوا عربيات فترات طويلة زي السوائين لهم محترفين ممكن يجي على اخر الوردية بتاعته يلاقي الدنيا مشابرة قدامه ومش علشان نظره ضعيف قدم علشان طبقة الدموع نفسيها حصل الجفاف في العين وبالتالي مبقى الشاف كويس فاعراض جفاف في العين بتتروح ما بين حمراء حرقان شكشكة تدميع بالعين من حينة لاخر مع شبورة وزغلالة في الرؤية كلنا بنعاني بالاعراض دي بدرجات متفاوتة وبنسب متفاوت ما فيش حد فينا بيسمع كلام دي ويقولك ما حاسدش بحاجة من حاجة دي لا بيحس وساعات ممكن كمان يكون فيه اكلان في العين فدرجات الجفاف في العين موجودة عندنا كلنا بس بدرجات متفاوتة الاسف كل ما بنسمع كلمة الجفاف في العين اخد قطرة ترتيب وخلاص المريض في بعض الاقوات بيبقى محبط جدا نقولك ما انا استخدمت قطرات ترتيب ومش مستريح ما انا خدت قطرات ترتيب كتير ومش مستريح نقوله ما عليش هتعيش بها حاجة كلها اوكي ماشي بس انا مش عارف هستخدم القطرة وامتى وقفها يعني انا هحوض حط القطرة كل ساعة نقوله اه حطها كل ساعة تبقى لك طبع ايش ازاي يعني مش معقوله ماشي بالقطرة كل ساعة حطها في عيني علشان اعرف ابقى اركز في شغلي او في عملي بيبقى حاجة مزعجة وبتشدد التفكير والانتباه ومحبطة جدا جدا هي ما فيش تأثير سلبي على المدى البعيد للعين يعني مش هتأثر على حاجة في النظر او في الشبكية يعني حالات نادرة اوة ممكن تعمل قرح في القرنية وتؤدي الى مشاكل لكن دي حالات نادرة اوة لكن هي مزعجة زي الحاسسية بتاعة العين يعني عندك اكلان في العين طول النهار حاس باكلان وعايز تهرش اديك في عينيك مزعج جدا في احساس الحرقان والشكشكر هو اعراض الجفاف مزعج والتطور دوقتي اللي حصل ان بقى انا نعرف ان الجفاف ده ليه انواع كتير وبقى انا نعرف نشخصه احسن ونعرف المشكلة فين ونعرف نعليجها ازاي افهم من الكلام ده ان الجفاف مرض في حد ذاته ولا ممكن برضه افكر ان يكون عرض وراه قصة تانية او مرض تانية هو دايرة مفرغة هو مرض في حد ذاته وعرض يعني هو ممكن يكون فيه التهابات في العين في انسجة العين وقصة بتكون ساعات التهابات مناعية بتعمل جفاف والجفاف في حد ذاته بيعمل التهابات في العين والالتهابات في العين بتعمل جفاف فهي دايرة مفرغة فالجفاف في حد ذاته ممكن اعتبره كمرض ممكن اعتبره كعرض والاتنين بيوصلوا البعض المرض بيقدي الى العرض والعرض يرجع تاني يسمى على المرض فدايما واشهر العرض طبعا الاعراض هو الحمرار في العين مش مجرد ان العين تبقى حمرة بس ومحرجة لأي شخص بيبقى كمان معاها حرقان وشكة بالعين ودي بتخليك مش مبسوط خلي بالكم الناس كتير اول ما ببص واحد عينه حمرة بيعتقدوا انه شارب مخدرات بقى محرجة محرجة بالناس كتير جدا وبالذات في لما يكون عندك مناسبة اجتماعية فرح او مناسبة زي كده هو تقولك طب انا عناها حمرة مش عارف اعمل ايه يعني ولو بنت بالذات ولو بنت بالذات وطبعا بيزود في الموضوع ده ان اللايف ستايل بتاعنا او الاسلوب المعيشة بتاعنا اختلف تماما عن السينية اللي فاتت احنا كلنا بنخلص شغل معظمنا الوقت بقى انشاء على شاشات الكمبيوتر شاشات الكمبيوتر من اشهر العوامل اللي بتعمل جفاف في العين مش معنى كده ما نعودش قدام شاشة الكمبيوتر لو ما فيش حد ههمنا عنه يقولك ما عودش خلاص بقى لأ هترجع للكتاب والورقة والقلم لا طبعا لكن احنا دايما المخرمة بينتبه لشاشة الكمبيوتر بيحاول يفسر البيكسلز اللي هي النقطة الصغيرة دي اللي هي بتشكل الحرف او الشكل بياخد منه مجهول فيه نوع من انواع البروسيسيج فيه من نوع انواع التفاعل ما بين العين وما بين المخ بيخليك قاعد مبرق على شاشة فترة طويلة وده بيخلي طبقة الدموع تتبخر بسرعة تخلص شغلك عالكمبيوتر تأخر النهار لعنك حمرة زي الكبدة زي ما نتبه عليها ان احنا بنخلص الكمبيوتر من هنا هوت بنرجع نمسك الايباد او الموبايل نوع نلعب شوية على الفيسبوك والواتس ايب والمسيج نخلص كده هوت نخش على اليوتيوب من الموبايل هو اسوأ كمان من الكمبيوتر اخلص قبل ما نام ما اتفرج على التلفزيون شوية صغيرين انام الساعة 3-4 على الفجر قاعد طول الوقت ده مفتح حناية طبقة الدموع تتبخر قاعد كمان في تكيف والهواء اللي جاي من التكيف ده هوى جاف بيساعد على تبخر الدموع ما بشربش مية كفاية فيه ادوية بتساعد على حدوث جفاف في الاين ادوية الحساسية بالمناسبة بتاعتها بتساعد على حدوث جفاف في الاين عدسات لصقة سواء عدسات لصقة طبية او عدسات لصقة للالوان بتساعد على حدوث جفاف في الاين كل الحاجات اللي بناملها في حياتنا الطبيعية الحياتنا اليومية العادية بتؤدي الى طريق واحد هو جفاف الاين الانواع والأذر كوس لو فيه أذر كوس طبقة الدموع دلوقتي عبارة عن ثلاث طبقات طبقة من الميوسين أو المخاط وطبقة المية اللي هي بتغزي القرانية بتاعت الأين وطبقة تانية عشان تحافظ على الدموع أو المية دي ما تتبخرش بسرعة بنسميها طبقة زيتية زي ما موجود في الرسم اللي قدامنا فعندنا الثلاث طبقات الثلاث طبقات ده لازم يكونوا موجودين طبقة منهم مش موجودة هيؤدي إلى حتوز جفاف الأين لو طبقة المخاط مش موجودة الدموع دي مش هتبقى مفروضة على سطح القرانية لو طبقة المية مش موجودة اللي هي طبقة الأساسية بتاعت الدموع ده مش هتبقى ما فيش دموع ما فيش غيزة للقرانية هتؤدي إلى تلايف أو تلاف فيه الخلايا السطحية تاعت القرانية ممكن تؤدي إلى قرى لو أنت عايز تحافظ على سائل وعايز تخليه ما يتبخرش بسرعة حط عليه زيت فهنا ربنا سبحانه وتعالى حط لك طبقة زيتية على الدموع عشان تحافظ على الدموع ما تتبخرش بسرعة لو الطبقة الزيتية دي مش موجودة بالتالي الدموع هتتبخر بسرعة وهيجيلك برضو أعراض جفاف العين العلاقة الوسيقة ما بين العدسات وجفاف العين العدسات زي ما مكون انت جاي عندك طبق عندك انت الأكل بتاعك هو على قدك انت بالزبط فانت جيب تضيف معك بيأكل من نفس الطبق بتاعك انت ما زودتش المقدار للطعام أو الأكل انت بتاكله عندك إزازة مية هتشربها النهاردة ده راح تجايب واحد تاني زميلك هيشرب معك من إزازة المية دي فبالتالي انت هتشرب نص الكمية بتاعتك مش النهاردة بس ده طول ما انت بتستخدم العدسات اللاسقة بتشارك العين في الغزة بتاعها بتشارك العين في المية بتاعتك كل العدسات اللاسقة اللينة فيها نسبة محددة من المية ودي دايما تحافظ عشان تحافظ على لينة العدسة هتاخذ مية منين هتاخذ مية من الدموع بتاعت العين نفسية عشان تخلي العدسة دايما لينة جوه العين ما تدايقش. فبالتالي هتؤدي الى جفاف الاين. انا مش معنى كده بقول ما تلبسوش عدسات لصقة. لا ممكن نلبس عدسات لصقة بس نعالج الجفاف الاين او نستخدم هنا اطارات مرتبة مع العدسات اللصقة. الاتنين عينين جايين. الاتنين بيشتكوا من الان حمرة. واحد عنده حساسية والتاني عنده جفاف. وهم شبعوا بعض. الفرق بينهم ازاي? الفرق بينهم كان الاول بنقول والله الاعراض انت بتشتكي من ايه? بيشتكي من اكلان اكتر ولا الحرقان اكتر يقولك اكلان اكتر بيقول ده عندك حساسية. لو حرقان اكتر بيقولك لا ده انت عندك اه جفاف في العين. الموضوع فيه تشابك. فالتطور اللي حصل دلوقتي بقى عندنا اجهزة بتقيس طبقة الدموع في العين ومش طبقة الدموع بس بتقول كمان انت عندك جفاف. وبتقولك الجفاف ده سببه ايه? ان الطبقة الفلانية دي هي اللي فيها المشكلة. سواء طبقة المخاط او طبقة المية او طبقة الزيتية اللي موجودة على سطح الدموع. الدموع من اهم السوايل اللي موجودة في جسمنا. اولا دي مسؤولة عن حدة الابصار ان الشعاع لما بيجي يقابل العين مش هيقابل القرانية هيقابل طبقة الدموع العلاء القرانية. لو طبقة الدموع دي مش سليمة انت هتشوف الدنيا مزغللة. وعشان كده من ضمن اعراض جفاف العين شبورة. الحاجة التانية ده الغيزة الاساسي بتاع القرانية اللي هو اول خط مناعي بيقابل اه الميكروبات. كمان الدموع فيها مش مجرد غزة ليه القرانية بروتينات او املاح او مية. لا ده كمان فيها خلايا او فيها مضادات حيوية. مضادات حيوية عشان انت برضو تدافع عن سطح العين من المؤسرات الخارجية او من الميكروبات. فبالتالي الشكوى نفسيها. ما بقيتش مجرد حرقان ولا شكشاكة. ما بقناش نعرف نفسر قوي من مجرد الشكوى بتاعت المريض. لازم يتبعها فخوصات علشان نقدر نحدد هل فعلا فيه جفاف العين ولا لا. وايه هو نوع جفاف العين. مش مجرد انا بقول انت عندك جفاف ونقطة على السطر لا اعرف نوع جفاف العين. عشان كل نوع هيباليه طريقة معينة فيه العلاج بتاعها. بعض الناس تستخف بجفاف العين وما تعرفوش او تعتقد انه حالة بلا مضاعفات. هل هو حالة بلا مضاعفات? نقدر نقول الكلام ده اه ممكن مالوش مضاعفات بمعنى مضاعفات يعني اه حالات ندرة اوي ممكن يحصل يحصل قرحة في القرانية لكن مش مش عايزين نرعب السادة المشاهدين لا مش اه نادرة جدا لكن هي حاجة مستفزة حاجة مزعجة انت طول نهار انك حمراء بتحرقك. اه والموضوع ده مش مش مثلا بيجي موسمي زي الحساسية بتيجي فترة تغيير الفصول مع الربيع وخلاص لا. ده بيجي في الصيف وبيجي كمان في الشتاء علشان احنا كلنا حياتنا الاسلوب المعيش بتاعنا مختلف عن زمان. فبنصهر كتير بنقدم شاشات الكمبيوتر كتير وموبايل كتير فعراض الجفاف بقت مستمرة سواء في الجو الحر او في الجو البرد. يعني كان دايما نقول الجفاف هيو في الصيف اكتر والشتاء قال بس احنا طول النهار في تكيف سواء صيف او شتاء طول النهار عادي قدام الكمبيوتر صيف او شتاء طول النهار بنلعب على الموبايل صيف او شتاء فبالتالي اعراض الجفاف بقت موجودة على مدار السنة كلها. هو السن فصول دخل الطبعة ده. يعني احنا دلوقتي ما احناش عارفين احنا في صيفة. انا مش عارف يا صعب تبعيز تشتي. الصبح عادي الدنيا حار بتنزل. خلاص. ودرب النادي اللي هي كان لابس نص كمة من ايه فماتش. بالزبط كده اه يعني يعني طيب لو احنا عررنا شوية من التشخيص. تشخيص هل تشخيص ان دي حالي الجفاف مش حسية ولا تشخيص للدرجة ولا تشخيص للنوع. لا تشخيص للنوع وتشخيص للدرجة. يعني دلوقتي عندنا ممكن حتى نبين في على الشاشة كمان شوية نبين ازاي ان احنا عندنا اجهزة جديدة كتيرة جدا دلوقتي بتشخص. ده تقرير مسلا حتى بيطلع بيقولك انت في اي مرحلة بيديك حتى زي اشارات المرور اخضر واصفر واحمر. لو المؤشر بتاعك في الاخضر فانت في السليم. لو انت ناحية الاصفر فانت خلي بالك انت عندك مشكلة ومحتاج علاج. لو الاحمر يبقى المشكلة بقت اكثر عنفا ومحتاج تدخل سريع علشان كده ممكن يؤثر على سلامة القرانية بتاعتك. ده تقرير ده مسال للتقارير ممكن تظهر دلوقتي. الكلام ده ما كانش موجود من كم سنة. كنا بيقول انت عندك الجفافه خلاص تشخيص كلينيكي بحت. لكن ده وقت بقى ايه ده عندنا اجهزة بتطلع علينا ارقام. اه الاجهزة دي بالمناسبة انا بحب اطمن السادة المشاهدين ان هي مفيش حاجة هتخش في العين. مفيش حاجة هتا هتلمس العين دي كلها عبارة عن كاميرات بتصور. بتصور سطح العين وبتقول لنا طبقة الدموع دي اخبارها ايه? وبتقيس بالزبط طبقة الدموع وتقول لنا درجة الكفاف ايه? و جاي بسبب ايه? اه. ايه معدل بربشة? اه معدل بربشة انت المفروض انت تتغمض وتفتح يليك زي ما وجود هنا في الشاشة هنا هوت على الفيلم كزا مرة في الديئة. ممكن نقول تمنتاشر مرة ده المعدل متوسط. لكن احنا بعض الناس بينسوا يعملوا الحركة دي. هو ده مهم جدا عشان بيساعد على طبقة الدموع ان هي تتوزع بشكل تلقائي او بشكل متساوي على سطح القرانية. وبالتالي اعراض الجفاف تبقى قليلة. لكن لو انت تبقى تنسى الموضوع ده او اه تمتبه على شاشة الكمبيوتر وما تاخدش بالك ان انت تعمل تغمض ويفتح هناك كل شوية. فبيحصل جفاف في العين ان ده بيخلي الدموع تتبخر بسرعة. فمعدل البربشة اللي هو بلينكينج ده مهم جدا عشان كده دايما بننصح السيدة المشاهدين او اي حد عنده جفاف في العين نقوله ما تنساش تبقى تغمض وتفتح عينك. الحاجة التانية الجهاز دلوقتي بيقيس كمان انت مش مجرد معدل البربشة بس بيقيس كمان انت بتغمض عينك فعلا مية في المية ولا لا ان فيه ناس بيغمضوا عينيهم مثلا نص طغميضة ويبقى لسه فيه جزء من العين مكشوف. فبالتالي البربشة او الطغميضة بتاعت العين ما قدتش الوظيفة بتاعتها ان هي تففر الطبقة التي تدموها بشكل متساوي على سطح القرانية. فهنا كمان مش مجرد انت بتغمض كم مرة في الدقيقة لا انت كمان هللت المرة الوحدة دي مظبوطة فعلا مية في المية ولا انت بتكارويت وما بتغمضش عينيك كويس. ده بقى بنقيسه دلوقتي بنعرف بالزبط كمان. انا بقى اي انا ببربش كتير. انا اساس. ده كويس. ده كويس. اه. ده كويس. اه. ده ده كويس. بالعكس تغمض وتفتح عينيك ده كتير. وبنقول دايما الناس بتنسوش تغمض وفتاح عينيك وبالذات اللي بيعودوا على الكمبيوتر فترات طويلة. في قونة زمان كنسمها يا غمط يا وردة فتح يا وردة. دي الناس. اه. اه. ازاي نقيس الطبقة الزيتية بتاعت الدموع. صعب جدا كان قياسها قبل كده هوت لكن دلوقتي عندنا طبقة الزيت دي بقى تتشاف بالليزر انتر فيولومتر ده حاجة معقدة شوية بيشوف لك الطبقة نفسيها على سطح الدموع بتبقى لها الوان. زم Kak才 جايبتوا نقطة زيت بيبقى لها الوان ليزاي الوان الطيف. موجودة على المية. دلوقتي الجهاز بيعرف basis بيقول لك الطبقة دي سمكها قtrl ايه وهل هو في ہاورينج الطبيعي ايه في المستوى الطبيعي ولا لا. هنا بزبط دى هذه اللحظة بزبط احنا بنقيس مقدار سمك الطبق الزيتية على سطح حلايا بالعين المجردة صعبة كلام ده قوي نعمله لكن الأجهزة دلوقتي بعدها عندنا أجهزة دقيقة جداً بتشوف الطبق دي وبتأسهلك بالمايكرون اللي هو بالجزء من الألف من الملي وتقول لك إذا كان فعلاً أنت عندك مشكلة في الطبق الزيتية ولا لا الطبق الزيتية دي بتفرز من خلايا دهنية موجودة في الجفن والخلايا الدهنية دي صحة الخلايا مهمة جداً لو الخلايا الدهنية دي حصل لها حاجة هتقلل إفراز الزيوت اللي موجودة على السطح العين وتعملها جفاف في العين في حندنا حاجة تانية اسمها القناة أو الخلايا الدمعية الخلايا الدمعية دي لو ما بتفرزش الدموع والمية بتاعت الدموع بتؤدي برضو إيه لحدوث جفاف في العين فعندنا أنواع كتير وعندنا موضوع معقد ما بقاش بقى علم في حد ذاته ما بقاش زي الأول جفاف في العين ولا لأ عشان كده حتى سموه دلوقتي حالين أوكيلر سيرفز ديزيز أو أمراض سطح العين مش مجرد جفاف لا ده بيديو قدي إلى مشاكل تانية محتاجة طبعا تدخل تدخل ما بقاش عبارة عن أطرات مرطبة بس بقى نعمل جلسات لتنظيف الجفون من الدهون الزيادة عشان دي بتعمل اتبات متكررة في العين ممكن نعمل حاجات سيسدادات للقناة الدمعية نحافظ على الدموع فاتر أطول نحاول نعوض المركب لنقص في الدموع بتاعت العين بحيث نحن ندي فرصة أكتر إن عراض الجفاف دي تقل الهدف بتاعنا إن احنا مش هنلغي الجفاف 100% ما فيش حد يقدر يقول أنا عالكت الجفاف بنسبة 100% وخلاص خد الدول فلاني أو الأطرات فلانية وانت جده خلصت لأ لازم نبقى فاهمين إن الجفاف دي عامل زي الضغط والسكر أنت هتمشي على علاج طول حياتك بس مش هايزينك بدأ ما تستخدم الأطرات كل ساعة يومية ممكن تستخدمها مرتين تلتة في اليوم أربع مرات في اليوم تزيد أو تقل على حسب أنت سهرت ولا لأ تزيد أو تقل على حسب أنت تعرضت الحرارة زي حرارة البوداجاز أو في الصيف ولا لأ بس عايش حياة لطيفة لكن أنا أديك دا وأقولك خيمشي عليه مدة شهر وانت كده اتعالكت من الجفاف الكلام دا مش فيحصل عشان برضو الناس ما تتوقعش إن إحنا وصلنا مرحلة نعالج الجفاف نهائيا لا الجفاف حتى هذه اللحظة أنا بشبهها بسكر أو الضغط بس بتاخد العلاج طول ما أنت بتاخد العلاج بتسيطر على الأعراض الجفاف أول مرة بنفسك ما بتاخدش العلاج هتظهر لك الأعراض دي تاني نورتني وشرفتني وأسعدتني كالعادة الله يخليك نصيحتي للشباب ما تستخدموش كمبيوترات ولابتوبات وعيبادات وموبايلات كتير تفتكر حدا يسمع؟ عادش ولا أنا ولا أنا هول موبايل هول مفتين حد بعيدلي على الواتساب في جروبات جروبات خمسمائة جنوب أنا فيهم نورتك الله يخليك ديما معناس الحلوة المعنى بالنسبة للبسطاء أو للعام يبدو واحد تجميل الابتسام هو تجميل الأسنان بيتحرك أو بيتكلم أنا لو ديته أسنان حلوة وهو شكله مش حلوة أنا ما استفدتش حاجة ولا هو استفد حاجة مشكلة كبيرة قوي الأخطر من فقودان الأسنان من أن أنا معرفش أكل التراهولات